بعين الخبير يتابع طارق الخزري حركات وسكانات لاعبين واعدين بفضل خبرته يساهم طارق وعدد من أطر أكاديمية محمد السادس لكرة القدم بسلة في تكوين نخبة الكرة المغربية سنتقر هنا على أحسن العناصر المتواجدين داخل أكثر بالوطنة والتي مثل أكثر من 11 المدينة المغربية داخل أكاديمية محمد السادس لكرة القدم يتم انتقاء وتكوين لاعبين موهوبين يشكل بعضهم اليوم العمود الفقري للأندية المغربية نتكلم عن أحد عدد كبير من اللاعبين المتواجدين بالبطولة الوطنية بمختلف الفرق الوطنية وهم يؤتتون البطولة الوطنية بشكل بارز إشعاع الأكاديمية دفع الفيفا إلى الإشادة بها مؤخراً وبمرافقها ومعداتها المتوافقة مع المعايير الدولية هنا الجنح الطبي هنا مركز الترويد وهنا قاعة الطبيب أو المرافق الدهني وفي القاعة الأخرى كان قاعة الطبيب التغذية وكذلك طبيب العظام التكوين داخل الأكاديمية يخضع للضوابط الاحترافية ويقوم على ثلاثة مراحل أساسية أول مرحلة هي مرحلة التنقيب وهي مرحلة مهمة جداً مرحلة التطوير اللاعبين والتي تتم داخل الأكاديمية وتتم عبر سنوات من الاشتغال وتأتي المرحلة الثالثة وهي مهمة جداً وهي مرحلة المشروع الرياضي بعد 12 سنة من الممارسة نجحت أكاديمية محمد السادس لكرة القدم في تكوين لاعبين متميزين بعضهم ساهم في التأهل التاريخي لأسود الأطلس لنصف نهائي مونديال قطر 2022 كانوا أربعاً للاعبين الذين تكونوا من بينهم هنا نرى في البروموشيون الـ 96 نرى نيف أغرد ريدا التغنوتي وفي البروموشيون الـ 97 نرى يوسف المصري هنا وفي البروموشيون الـ 2000 نرى أسدين أناحي مع فريق الأقل من 17 سنة هنا أسدين أناحي مع البروموشيون الـ 2000 الإنجاز التاريخي لأسود الأطلس في مونديال قطر تحقق بفضل جهود الكثيرين من هؤلاء أطر تقنية وطبية وإدارية بأكاديمية مغربية أضحت اليوم مرجعاً في التكوين عالي المستوى